منذ قرابة ثمانية أعوام تحدى ثلاثة إخوة من ذوي الإعاقة للعمل في مخبزهم في بلدة ديربلوط في محافظة سلفيت قصة نجاح استطاع من خلالها الإخوة التغلبة على إعاقتهم ونظرة المجتمع لهم هو بقول أنه بيعجن تمي هو بكتع العجين كبشة وبحطها بالكطاعة ببساطة هذه لغة الحوار مدرسة الحياة استطاعت أن تعوض كل منهم ما خلق بدونه فكان محمد الكفيف لسان نور وشقيقه عبد الله وهم أيضا عيونه التي تبصر كل جزء في عملهم هم ثلاثة إخوة من ذوي الإعاقة استطاعوا أن يديروا مخبزا في بلدتهم ديربلوط لأكثر من ثماني سنوات تغلبوا فيها على إعاقتهم ونظرة المجتمع لهم حضر منهم اليوم للعمل محمد الكفيف وشقيقه نور الأصم والأبكم شو قلني يعني تعودنا على كيف يعني نشكل كيف الكميات كيف الشغلات هاي يعني احنا متواصلين مع بعض يعني متفاهمين عشان عمر يعني مع بعض يعني متفاهمين مع بعض أخوي عبد الله صم يعني بسمع ولي بحكي بشطل على اللي بتعجين واللي بتقطع واللي بترك ولي بتعبخ وبز أنا محمد الكفيف بشطل على هاي اللي بتقطع وعلي بترك أخوي نور صم بسمعها شوية بحكي بشطل في برضو نفس عبد الله على العجين والقطع واللي بترك واللي بتعبخ وبز برضو بالطرق على الطاولة يفهم محمد أن عليه أن يسرع أدوار العمل كسمت بينهم لتمضي ساعات النهار بكل أريحية كيف لاوهم أحرار أنفسهم يعملون في مخبزهم دون الحاجة للعمل في أماكن أخرى أو عند من يستغلوا إعاقتهم على حد تعبير محمد أنا أخوتي نور عبد الله نقوة مع بعض ومنعش نروح مثلا على شي متر احنا تحت معلمي قد يتأمر علينا يقعد عشان يشمت بينا في الإعاقة والشغلات هاي فهذا المشروع عشان أبوي يعني يقال إنه أبدا فينا يعني يشغلنا أحسن أحسن ما ينروح عانو اللي هاي فيه ناس كثير يعني عندهم فيه عقاص بش فيش يعني قرية إلا فيها عقا بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه بشوف الأعاقة هي سبب اللي بقلك فيش شيء أشتغل فيه أما لا العقل يعني يوم يفكر بالعقل يحط الأعاقة على الجنب يفكر فيه مشروع مهما ألقت الحياة علينا من تحديات بجهد بسيط تتحول التحديات لطاقة تكسر استحالة الصعاب تكاملت الأدوار يد تسند الأخرى لتعطي جرعة أمل لكل من يرى بنفسه نفس فكل ما في الأمر أن يمتلك الإنسان إرادة كإرادة الأشكاء هنا من بلدة دير بلوت غرب مدينة سلفيت المحتلة حمد حسين رؤيا المحتلة جارب المحتلة